مرحبا وتحياتي إلى جميع يعتبر الفيلسوف الفرنسي الكبير مونتسكيو واحد من أبرز فلسفة الأنوار سواء في فرنسا أو في أوروبا بشكل عام كما يعتبر كتاب روح القوانين طبعاً ليه مونتسكيو؟ أيضاً يعتبر واحد من أهم الكتب التي ظهرت في فلسفة التاريخ والسياسة والحضارة بشكل عام واقعاً في أفكار الكتاب لعب الدور مهم جداً دور مؤثر في مسألة التمهيد للثورة الفرنسية وأيضاً لمفهوم الدولة الحديثة التي ترتكز على ذلك المبدأ الشهير الذي أوصى به مونتسكيو في الكتاب وهو مبدأ فصل السلطات وبدايةً في مونتسكيو واسمه الحقيقي هو شارل لويس دي سيكوندر طبعاً هو فيلسوف فرنسي من موليد مدينة بوردو في عام 1689 وولد لعائلة نبيلة وتحصل على شهادة في القانون من أكاديمية بوردو وبعدها درس الفلسفة والفيزياء والرياضيات وفي الواقع ورث مونتسكيو عن والده وعن عمه أيضاً الذي لم يرزق بأبناء واقعاً ورث كل شيء من الثروة إلى اللقب والمكان والمركز فمثلاً بعد وفاة والده عين قاضٍ مكان والده وكذلك ورث مقعد أبيه في البرلمان المحلي لمدينة بوردو وطبعاً ورث ثروة أبيه الضخمة وأيضاً بعد بضعة سنوات وفيه عمه وأيضاً ورث مونتسكيو كل شيء ورث الثروة الطائلة ومركز عمه كرئيس للبرلمان فعين أيضاً مونتسكيو رئيساً للبرلمان المحلي لبوردو فورثه كل شيء يعني كما يقال نيالي اللي عنده حظ بهالدنيا لكن بشيء من الجدية فيعني ثروة ضخمة وسلطة ومركز فكل هذه الأمور ربما قد تفسد أي إنسان أو قد تلهي أي إنسان عن متابعة الشأن العلمي أو التحصيل العلمي خاصة إذا كان في ريعان الشباب كما هو حال مونتسكيو فمونتسكيو في هذه الفترة كان يبلغ من العمر فقط 24 سنة لكن واقعاً هذا لم يحدث أبداً بل على العكس سنرى أن مونتسكيو سيسخر كل ثروته وحتى مركزه من أجل خدمة العلم وخدمة أبحاثه العلمية بالدرجة الأولى وهذه الأبحاث كانت في مجالات عديدة كمجال الطب والفيزياء وعلم الأحياء والتاريخ وعلوم أخرى وأيضاً سأسخر هذه الثروة لخدمة أبحاثه العلمية من خلال كل تلك الرحلات المككية التي قام بها إلى أغلب البلاد الأوروبية كمثل إيطاليا والمجر وسويسرا والنمسا وألمانيا طبعاً وهولندا وغيرها مثلاً ذهب إلى إنجلترا وقضى هناك أو عاش في إنجلترا أكثر من ثلاث سنوات كاملة تحصل خلالها على عضوية الجمعية الملكية للعلوم ونسج طبعاً شبكة علاقات واسعة جداً يعني تبدأ من ملك إنجلترا جورج الثاني ومن الملكة كارولين ولا تنتهي عند أغلب الفلاسفة والعلماء الإنجليز في تلك الفترة من الزمن أيضاً من المهم أن نذكر أن مونتسكيو في إنجلترا أعجب بنظام الملكية الدستورية طبعاً في مقابل الملكية المطلقة الحاكمة في وطنه فرنسا أيضاً عاش في ألمانيا لمدة من الزمن وأيضاً هناك تحصل على عضوية الأكاديمية الألمانية للعلوم وطبعاً جمع خلال كل هذه الرحلات يعني كما يقال حصيلة وافرة من البيانات والمعلومات والثقافة الواسعة والشاملة طبعاً عاد بعدها إلى فرنسا وهناك أصبح ضيفاً دائماً على أهم صالونات باريس الثقافية وطبعاً أصبح صديقاً لكبار رجالات التنوير سواء في فرنسا أو في أوروبا بشكل عام وتفرغ بالتالي للكتابة للتأليف وللنشر إلى أن توفي في عام 1755 عن عمر يناهز السادسة والسطن طيب إذا حاولنا أن نتعرف أكثر على مونتسكيو أو لنحاول أن نتعرف عن قرب أكثر على شخصية البرون دي مونتسكيو وذلك من خلال الكتاب مونتسكيو وهو بعنوان أفكاري وهذا الكتاب واقعاً هو أشبه بسيرة ذاتية في مكان ما وطبعاً ضمنه مونتسكيو الكثير من أفكاره من خواطره مثلاً التي سجلها على فترات زمنية متباعدة أو مختلفة من حياته أيضاً يتحدث في الكتاب عن بعض من صفاته من خصاله عن جوانب متعددة من شخصيته مثلاً إلى آخره فعلى سبيل المثال يخبرنا مونتسكيو أنه يقدس معنى الصداقة وبأن للصداقة معنى عميق وغائر جداً ولذلك لا يجب أن يطلق لقب صديق على أي شخص يعني هو كما يخبرنا لم يطلق هذا اللقب لقب صديق على كل من تعرف عليه لا بل أطلق لقب الصديق على قلة قليلة جداً من الأشخاص ولذلك كما يذكر يعني لم يفقد طوال حياته غير صديق واحد طبعاً لقلة عدد الأصدقاء أو لقلة الأشخاص الذين أطلق عليهم مثلاً لقب الصديق طيب في مكان آخر أيضاً من نفس الكتاب كتاب أفكاري مثلاً يحدثنا عن خجله وكيف أن الخجل كان من مثل نقطة ضعفه فيخبرنا بكلماته عن هذا الأمر قائلاً يخيل إلي أن الخجل مسيطر على كل أعضاء جسدي فدائماً ما يتسبب في ربط لساني وظلم أفكاري ويقضي على ما عندي من قدر على التعبير ومن عجائب خجلي أنني أقل خجلاً في حضرة أصحاب العقول الكبيرة مني في حضرة المغمورين والحمقة أيضاً في مكان آخر من الكتاب يحدثنا عن مثلاً أثر العلم والقراءة على شخصيته وعلى حياته سواء الخاصة أو العلمية أو العامة فيتحدث قائلاً كان توجهي نحو الدرس والتحصيل المعرفي بمثابة الدواء الذي نجان من كثير من مرارات الحياة وكانت ساعة واحدة أقضيها في القراءة تكفي لإزالة أي مشكلة ولإزالة أي أثر نفسي قد تخلفه متاعب الحياة أيضاً من نفس الكتاب سنرى أيضاً مثلاً الجانب الإنساني عند مونتسكيو ومونتسكيو كان صاحب نزعة إنسانية وهذه النزعة طبعاً تعبر إن أردتم عن عن جوهر فكرة تنوير بصفة عامة فمثلاً يتحدث حول هذا الأمر قائلاً إذا تبين لي أن شيئاً ما لي فيه نفع ولكنه سيضر بعائلتي فسأم فيه مباشرة من عقلي وإذا وقعت على شيئاً ما نافع لأسرتي ولكنه مضر بوطني فسأطرده من مخيلتي أما إذا وجدت شيئاً ما مفيد لوطني ولكنه مضر بأوروبا وبالإنسانية فأقل ما يقال هنا أن القبول به بمثابة خيانة عظمة وجريمة لا تختفر أبداً على العموم طيب ترك مونتسكيو العديد من المؤلفات والأعمال والدراسات الهامة منها على سبيل المثال الحصر هناك مثلاً دراسة عن الفيلسوف الروماني والخطيب الروماني الشهير شاشرون أيضاً له كتاب الملكية العالمية أيضاً كتاب أفكاري الذي استعرض بعض من فقراته أيضاً له كتاب بعنوان تقييم المسيحية أيضاً له كتاب شهير بعنوان تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم وفيه يبرز بعض من القوانين التي مثلاً تتحكم في نشوء وتقدم وازدهار الدول أو الحضارات ومن ثم طبعاً انتهائها أو اندثارها أيضاً واحد من أشهر كتب مونتسكيو هو كتاب رسائل فارسية وسأخصص له حلقة خاصة وطبعاً أهم عمل لمونتسكيو على الإطلاق هو كتاب روح القوانين والذي أيضاً سنتحدث عنه في حلقة خاصة وفي النهاية أشكركم أو أشكر استماعكم وإلى اللقاء